إذن كيف تتحايل إيران على هذه العقوبات الأمريكية من خلال شركات وهمية كما أسلفت في الخبر الذي قرأته للتو شبكة معقدة من الشركات الوهمية تقف خلف الاقتصاد الإيراني وتعاملات مشبوهة تربط هونغ كونغ بطهران لكن شبكة شين يونغ وفقا لتحقيقات إذاعة آسيا تبدو الأهم مع ارتباط هذا الرجل في الواقع بأكثر من سبع وثلاثين شركة وهمية تابعة لإيران هذه الشركات تقوم بشراء بضائع محظورة على إيران وتسليمها لطهران عبر شبكة معقدة من الوسطى وفي المقابل تقوم هذه الشركة بتسلم شحنات منتظمة من النفط الإيراني ثم بيعه بعد التلاعب ببلد المنشأ الشركات التي ترتبط بشين يونغ تملك عشر حاويات نقل طبعا عابر للمحيطات على الأقل إضافة إلى أنها تملك خمس ناقلات نفط عملاقة على صلة بشركة الشحن الحكومية الإيرانية المعاقبة أمريكيا ويشير التقرير أيضا إلى أن نشاط الشركات هذه زاد بعد عام 2016 رغم إبرام إيران الاتفاق النووي حيث تم إنشاء عشر شركات جديدة على الأقل في هونغ كونغ على الرغم من توقيع إيران الاتفاق النووي فهذه الشركات لا تقوم فقط ببيع النفط الإيراني بل تجلب لإيران مواد محظورة وفقا للتقرير وهي مواد تستخدم أصلا في البرنامجين الصاروخي والنووي الإيرانيين ويرصد التقرير أيضا أن عام 2018 شهد إعادة هيكل في عدة شركات في هونغ كونغ ليدخل مساهمون جدد عوضا عن إيرانيين في إشارة في الواقع إلى أن إيران تضع رجال أعمال صينيين في الواجهة ومن بين الشركات التابعة لشركة الشحن الإيرانية شركة هونغ كونغ وفقا للتقرير طبعا شركة Ideal Success Investment المثل التي تضم مساهمين مدرجين على لائحة العقوبات